نبقى في فلسطين حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى يجب أن يتم بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية تصريح نتنياهو يأتي بعدما قال الشيخ عزام الخطيب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس إن الشرطة الإسرائيلية أزالت صباح اليوم كاميرات فبتتها إدارة الأوقاف والإعمار الفلسطينية على باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى معتبرا أن ذلك دليل على أن إسرائيل تريد تركيب كاميرات تخدم مصلحتها فقط ولا تريد كاميرات لإظهار الحقيقة والعدالة بحسب تعبيره وكان نتنياهو قال في وقت سابق إن قرار نصب كاميرات في المسجد الأقصى بموجب اتفاق مع الملك الأردني عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأمريكية جون كيري سيخدم مصلحة إسرائيل وسيضحض الشائعات التي تفيد بأن إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي ترجمة نانسي قنقر